أعلن وزير النقل كامل الوزير وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالية 18 عربة إلى ميناء الأسكندرية أشار الوزير إلى أن إجمالية عدد العربات التي وصلت حتى الآن بلغ 121 عربة تنضم صفقة لتصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب مؤكدا أن العربات الجديدة التي تصل تدخل الخدمة تباعا إلى جدل التشغيل اليومي بالسكك الحديدية ليرى المواطن بشكل شهري دخول ثلاثة قطارات جديدة بالكامل وهو ما سيسهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة للركاب